لم يكن في حسبان هذه الأسر النازحة أن تجد نفسها في هذه المخيمات المهترئة هنا في مديرية طور الباحة غربية محافظة لحج حطت نحو سبعين أسرة رحالها بحثا عن ملجأ يؤمنها من الحرب المستعرة في عدد من مناطق تعز في هذا المكان المتواضع أقام النازحون مخيماتهم أملا بالإقامة المؤقتة حتى تضع الحرب أوزارها ويعود إلى مناطقهم إلا أن الحرب طالت فطال بهم المقام في رحلة النزوح وتفاقمت معه مأساتهم مجتمع من النازحين المنسيين يضربه الجوع وسوء التغذية في مخيم يصعب العيش فيه خصوصا وأن هناك من ذوي الاحتياجات الخاصة أوساط النازحين لا معين لا طحين ولا سكر ولا روز ولا زيت ولا فرش ولا قمش ولا طرب الحطة لكي نعمل بلا نكذفه فوق المصر والخيمة ما يعطون نحناش فرقوا ورانا دقوا هنا ما قابل لناش الافتقار للبنية التحتية والبناء العشوائي وانعدام المياه الصالحة للشرب والوقود وغياب الرعاية الصحية سمة بيئة هذا المخيم ما جعله عرضة لتهديدات صحية مثل تفشي الأمراض والأوبئة جراء التلوث وغياب الإصحاح البيئي لا سيما مع دخول فصل الصيف أوجه ندائي أولا للجهات الرسمية في الدولة حافظ محافظة لحك مدير عام ديرية طور الباحة أوجه أيضا مجلس المحلي في طور الباحة أوجه رسالتي للجهات الداعمة المحلية والخارجية بأن ينظروا بعين الرحمة لهؤلاء الناس الذين أصبحوا اليوم يعني يشعروا وكأنهم يعاملون بأنهم ليس بشر على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيش فيها النازحون هنا إلا أن الحكومة وسلطاتها المحلية والمنظمات الإغاثية تغيب عنهم ولا دور يذكر لانتشالهم من هذا الوضع المأساوي والتخفيف من معاناتهم